احلى راديو احلى راديو اي افهم سبوخ شيك احلى راديو 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 الافريقي اللي كان حاسم في المباراة البرح ابرس خيبات الامل بالنسبة للبولدان المنظمة في كان الكان مع اريش الحمرو الهزيمة العريضة لمنتخب الكوديفور البرح ضد غنية الاستوائية باربع اهداف لصفر تحيلنا على خيبات البولدان المنظمة لكأس امام افريقيا في البطولة تعاث الكوديفور البرح رجع للاذهان خروج الكوديفور في النسخة اللي نظمها عام 1984 من الدور الاول ليبيا زيدا نظمت كان 1982 ووصلت للنهائي واجهة غانا بعد تعادلها معاها واحد لواحد خسرت اللقب بركلة الترجيح وامام غانا زيدا تونس تعثرت كبلد منظم في 1965 بعد وصولها للنهائي وفشلت في حصد اللقب بعد هزيمتها امام غانا مش هتعاود الذكرى في 1994 وخروج تونس من المسابقة من دور المجموعات بعد تنظيمها للكان نسخة 1988 نظمها المغرب ووصل للنصف النهائي اللي خسروا امام الكامرون بنتيجة 1-0 نيجيريا زيدا واحدة من المنتخبات اللي تنظيمها للكان ما تزامنش مع حصدها للقب وبعد وصولها للنهائي في 2000 خسرت اللقب امام الكامرون بحضور 60 الف متفرج ممكن كابتن اكبر خيبة في تاريخ كورة قدم اللي تونسي هي كان 1994 لأنه كان عنا فريق بحقيقة نسكول انتظرت ممكن دور نهائي على الأقل لكن من المباراة الأولى فهمنا أنه المنتخب الوطني تونسي ما وش يمشي بعيد في الموسيقى ذيكا وانا هزم وقت اللي نسفر ضد مالي ومبعد واحد واحد ضد الزير أسوأ كان كابتني ذهولية أسوأ كان في بلادنا أسوأ في بلادنا وتعرف أني باقي البلد المنظم فيه ضغط كبير وعادة ما فهمت تفائل كبير على البرميتور يقول لك ما وزيدا يساعدوهم في التراج فودي لفيت وحتى الاربيتراج يساعد في العالم أجمع أربعة وتسعين شنو سارك أنت كمتابعة لكورت خدم أربعة وتسعين صارت ذيك المرة الثانية أحنا نعملو كأسفريقيا بعد خمس وستين وكما قلت معناها ولدات باهين حق جيل باهي معناها سنينها من ثمانية وسبعين جاء جيل باهي فهمتني توت لفاسون بريس كي جي لذيكا بعد أربعة سنة وثلاثة قديش شمشينا كو بديمون فهمتني مع كاسبارجاك محكا ولا؟ اي تمانية وتسعين بستة تسعين عملنا كان رائع مش بنفس الفريق وكالانتوزياس وكالدنيا والناس والدولة والناس وكل نسكن نسكن با زيت با عارش أنا الفلورة ذيكا لم تترجم على الميدان ولكن بارح نتكلموا با 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 ما هوش كيما ويحبش يعمل شامبينا مش يعمل مش يعمل دورة في وقت وجيز جدا كيما قال البروفيكتور لكيبدا فرنس قالك سيتاريسك باش أنا نحذر على البيك دو فور مخاطر عليه قال جو في معناه بعديش ساكري في لبور معناه ترجمة تكون صفا يحتمل نجم تروح وقنا وروحنا في كاتر فاكاتورس عليه بتات الفورمان تاعنا خالد جيتنا في الماتشاميكو هولندا والمعلم تعقل عليها جو كبير يسر جو كبير يسر مننا نفس الشي لكم ديمون دمين دو فورم بتات انا جيت قبل في الماتشاميكو الحسبة غالفة مانيا وتركيا ما يحسب هيك هي في نهاية المطاف حسبة انتي بجي بالبيك دو فور متاعك وقتش بجي قبل بجي جين بعض بجي تعدى دولة مجموعات كيف ما جي لا الناس اللي تخدم بتاعك تخدم جي خد عندك بنك وقت اللي بعداش توري بارتي لفور لوردو معنى وقت اللعب وقتها ما عندك بنك شوف مين معنى يضيق شوف مين على كلم الكابتن الريال دو مادريد تقول لك البيك دو فورم متاعي عنده تاو سنوات ويتسفل في مارس تقول لك في مارس كلهم يخدم على مارس يخدم على شامبيز ليك في مارس فاعد معنى معنى انتي وستافت ستافت التكنيك اللي تحطو وانتي يصورتو لبربراتور فيزيك وصورتو معنى شعندك دي لوجيسيال وش صاحب انتي وشعندك كفاءات وشنوة صرفت معنى وشنوة تصرف معنى تصرف على بريباراتور تصرف على بريباراتور معنى يعرف خدمته ويعرف متمكن من خدمته وعندو لوجيسيال قوي برشة ويعرف هذا ش لعب واذا مش لعب واذا قديش ما يبشي حضر واذا كوشي بشي لمهم وكل ما بعضهم ووقت اللي يهب عليه مثلا لو كانز جانبير يزم نسي كل تبدأ حاضرة لوجوغ جيد نسي كل تبدأ حاضرة بيخالد احنا في تونس عنا كفاءات في الميدانة ذيك العدد البدني عنا كفاءات هكو ليك حقال دعنا كفاءات دي دربت عند كفاءات انا دربت عند كفاءات عند جلال الهرقلي عند بو بكر حانيشي من اقوى الكفاءات بالنسبة لي عند من تعنيد الافريق اللي في قطع شمير شمير هذاك عندك لالي حتى خليش بابري راو قوي برشة راو شوف انا انا عرف انا عرف شميري حق وانا وقت ناخه جمعي عايتلو بور يعملي الباتري دو تيست فيزيولوجي كمي اما فيزيولوجي كمي ويساعدني في البريباريسون تعييني واختي عملي اللي تيست ويبعثلي 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 الموت دون تريمان ويبعثلي كيفاشن هما الجروب يقسمهم خاطر فما الباية فما المتوسط وإحنا تعلمنا احنا صغار ناس كل الفردوية عن تور دو بيست الباية ونخايم وكذلك هذا يراهم موضوع باعلي قبل ما على الكفاءات يجب انت توفر له المعدات والمتريال واللوجيسيال خاطر هما الغالين راه ما عنا تفهم نحنا الكفاءات تونسا دي ما موجودة معروفة راه فما جامعة من جامعات خالد لعبة معروفة ولعبة جابت برش ألقاب منيش بش نسمي شنو اللعبة وشنو الجامعة لعبة جابت برش ألقاب في رياضة تونس وتاريخها وكانت نقشة اسم تونس منذهب في كامل انتظارات العالمية كان فما بريباراتور فزيك جاه عقد في بلد أوروبي كان هو شاري اللوجيسيال لهم كل بفلوسه كيف بريباراتور ذا بيصور هو ينفستي في روحه وعنده الإمكانيات وكل قعدوا بلاش دي لوجيسيال الجامعة هذي وطلبوا منه انو يعطيهم من البسور نعطيك نعطيهم 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 الجيلي يجري كل جمعيات في دونس تبدأ تلوج على بريباراتور الذي لديه لا يستطرف لا يستطيع الجمعية ايضا 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 ثلاثة المعروفين الآخرين لديه ماتيريال ووجيسيال ووجيسيال تضيحة نخطفه الموضوع يتعديه المصر اللي اللي يحظت هنا اللي الهيئات المديرة او الرؤساء لا يعتنون ولا يعتون قيمة لخطر كورة القدم الحين اسمة ميدان اختصاص العالي زيادا موش يلعب الكفاءات العالية يعتنون موش قيمة معناها معناها تبيب اختصاص تبرياضي يعطيك شي يقول لك اخي غالي علي. يقول لك يشري ملاعبي معناه ب ستة ميت مليون وبعد ايش يلعب ويمشي في فاي. ليه كي تشري انت ملاعبية ما اشري لما اخيه تأمين الصحي انتاح مجيب له اخيه تبيب باهي وبريباراتور باهي في اللي كلوب تو تشوف بعد ايش كيفية. باي بعد شايفش نحكيه لمنتخب مصر والتعاود مع الكفير والتأهل بثلاثة نقاط فقط في المارة تبقى الثانية. فاصل ونجعين. ماذي ساعتين وعشرين دقيقة على يفهم المنتخب المصري يتأهل بشق الانفس ويضمن المارة تبقى الثانية بثلاثة نقاط تقييم اللاعبين المساروة والمدرب في البروفيسوري. يفهم سبورشيك. يلا البداية بحارس مرمى نادي الاهلي والمنتخب بالمصري الشناوي. كبت قدش ياخو شناوي. ثلاثة فاصل ثمانية. ثلاثة فاصل ثمانية على عشرة. اذا رقم. ليلى على خمسة. ليلى على عشرة كبتن عاد نحنا. عشرة على ذر موزو. قدش? أعطيني على عشرة كبتن عايشة. ست. ست. ستة ثلاثة فاصل ثمانية. روفة ثمين. وستة. كبتن انت ذالي فيك عمل عليه بالعاني انتي اليوم. قد اخذ. على عشرة. اي. خبير بيعي خالي. فتوح. محمد فتوح. خمسة. خمسة كبتن. قدش فتوح. ستنا عتشوفه محمد فتوح هذي ونحتيته هين. اي كبتن. فما مرموش فما حمدي. الفتوح يا كبتن. نظاهير ايسر. محمد هيني محمد معرش. يكون جلي. فتوح. اي. فتوح على عشرة. اي كبتن. على عشرة. سبع. سبع. محمد هيني. قدش. محمد هيني خمس. خمسة كبتن. محمد هيني سبع. سبع. عبد الموم. عبد الموم من اربع. اربع كبتن. تمانية. تمانية. او عدد ممتازة. حجاز. ثلاث. ثلاث. اه حجاز سبعة ونص. سبعة ونص. اتباين في الارقام مروين عطي. مروين عطي. يلا. مروين عطي ستة ونص. ستة ونص كبت خداش. سبعة ونص. سبعة ونص. امام عشور. امام عشور عندي هنا سبعة ونص. سبعة ونص كبت. مانية ونص. مانية ونص. حمدي فتح. فتح ستة فصل تلاية. ستة كبت. مين يا حمدي فتح. حمدي فتح. حمدي فتح. اه حمدي فتح سبعة ونص. سبعة ونص. زيزو. سبعة. سبعة كبت. مانية. مانية مرموش. مرموش. مر مرموز ستة. كابتن. مرموز تمانية. تمانية. مصطفى محمد. احسن لعب في الماتش عندي. تمانية ونص. تمانية ونص. كابتن قد اياه مصطفى محمد. تمانية. 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 تريزيكي. احسن لعب في الماتش عندي انا وتريزيكي. سبعة ونص. سبعة ونص. كابتن. الله يوش يقول لك بعدها اللعب اللي يلاعبه. اي. اي. جيب ترح كابتن. تمانية ونص حتى الفوق. نواجه فيك انا تمانية ونص حتى الفوق. يزيد الفوق. ميزيل. تس تسعة. 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 كهرباء. سبعة. سبعة. كابتن كهرباء. سبعة ونص. سبعة ونص. مايه? عندكم شوية ابان في الارقام في مخص حيجازي. وآآآ محمد هاني. شناوي. شناوي اي. يلا. روي فيتوريا قدش اخو. سبعة ونص. سبعة ونص كابتن روي فيتوريا. المدرب روي فيتوريا. هل احسن التعامل عن المباراة? ناي شو قل لك? ستة. ستة. قراب لبعثكم. سيناريو مجنون هو كان المباراة المدخب المصري وسجل هدف الثاني عن طريق مصطفى محمد هدف خذي وقته يعني اللي تأكيده بما انه آآآ رجع الحكم لآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ حركة الترويذ مصطفى محمد هدف جميل رفع الكرة بالحارس لكن سيناريو كابتن تسجل هدف في 92 هدف تدمه معنى هدف تأهل وبعد تقبل في 99 خطأ يدول يتحمل مسؤوليته الشناوي بو خطأ مشترك لكن شناوي عنده بار كبيرة في الهدف يقولوا ان الشناوي سي بليسي اي وراه وراه مش عمل عملية ويحمل لرغم يكملش المسابقة نعم مؤكد 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 مش 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 كمل اشوفوا جاباسكي بطل الكان الفارد كنسزمو عدوز كاباسكي كاباسكي اخوي ابو كرحة سبعة ولا ثمانية دربية جزائي ايه في الكان الفارد ايه بو شو معني هاليا الميزة تاع الدورة دي الميزة هي انتفاضة الصغار كما قال المدرب تاع جنوب افريقيا تطلع لي شوي المايك يا كبتن بو شو معيك ما تطلع الدنيا خاطر معالم هابدأ قوي تحوية كورة يعني الي کورة بروس مدرب بلجيكي قالك مش لازم اللي عندهم مش لازم يكون عندك معناه ملاعبية يلعبوا البارة باش تقدم منتخبه اه ايه و انا معاها خاطر المنتخبه ازمو عندو عقلية عفارية وو سامحني مني نجمش يقول غير هذ! خاطر ملعبيت وكل مثلا داوز لا ايه بان الله عنه الحق بي بينه وبينك اهي با هتونجيو لتونس باعدة مش تحكيه على تونستا. ايه ايه. ايه. فهمتني ولا ايه? والله يشو كريد كي دخلت منه وخريش تمنيتها وتكلمه على مصر شي عليش تكلمه. انتي كابتن هزيتنا ليجو بروس. اخيانا سمحني ايه انتي واحدة كابتن تحكي لليجو بروس. كنت كنت فاضت الشغال. والاسماء والنجوم معناها ما شفنا هم مش ختمه. وكأنهم صار رفض من المجموعة. تكلموا بصراحة معناها. وانا انا ما حبيتش في صلاح وما حبيتش في المحرس وما حبيتش برشة ملعبية المجازية دي فهمتي والياحد كيفاش. يعني شنسلك مبعد شوي على التشكيك في مدى التزام محمد صلاح بواجي بيته دجاه المنتخب المصر. يعطيني انتي معناها كيفاش من المنتخب المصر يقبل هدف تسعة وتسعين كابتن؟ يقبل. سوسمع المانية تقبل خلي مصر متقبلش. يقبل انيك الكورت القدم يا كابتن. كورت القدم مدين من ربيتر مزفرش. وصرته طوى كانت زيه تعمل انتي احصائيات. تشوف قديش من هدف يسجل في العشرة دقائق الأخيرة زيدوها. ولا ثمانية دقائق تشوف قديش نسبة كبيرة وكبيرة جدا. والتفسير هو ان حالة الاعيام. معناها تجي عند الناس الكل تولي دي اخطاء. وقت تولي عيام تولي ترتكب الاخطاء. الهدف خالد في التسعة وتسعين شنو هو تراخي على المستوى المعنوي البدني. شنو سار بالضبط. وخطاء. شوف شوف كتلو تعكي علي على مصر. ومعت اكتر معت اكيب نيشونال هزا كوب دافريك. كتقبل بوندو في التسعة وتسعين. ما تقوليش عندك مبرر ما ماكش حاضر في زيك معه ولا اخطاء ذهنية ولا ماكش مركز. شوف انا بالنسبة لي انا مني بدات الترنوع هذية مصر عندها مشكلة في الدفاع. وقلنا قلت لك حكيت لك لاني راهو حيزاجي انا انتبع فيه حيزاجي. انتبع فيه. حيزاجي. قولها كلها بالمصر. حيزاجي. حيزاجي حيزاجي مش حيزاجي. هو في الاتحاد حتى كيلعب كاس العالم لانديا. مع انتا كان مش مزير مشحاض. بعض الليجامون كروزيلي عملها مزير مشحاض. حتى البونت ولو الراهو منهو. مفاما حتى الديفونسور. الراهو في السيماتر يخلي لتاكون يخليه يدور بشيشوت. مع انتا ان الناس كل تعرفت خلية ليس خلية عاطي بضهر. نوك مع انتا فما. نقطة ضعف اليوم حيزاجي في دفاع. نوك الضعف هو والحارس. وشناوي حيزاجي نقطة ضعف. حيزاجي. عبد المومن. فما مشكلة في الاكسانترال. فما مشكلة كبيرة. فما مشكلة مع انتا ان ما انتا تقبل الهديف منش من السنسير. منتخب مصري يقبل الهديفة كي. مع انتا تقبل ما تسجل هداف في 92. مع انتا كاليفيدو فيس. وما انت بنستنى حتى تقبل هدف بالسهولة داكة راو مش معقول ومننساويش حاجة اخرى راو المنتخب كاب فيردي البارح راو مرتاح صبع عليعبين راو منتخب محترم ملعبيتو يلعبو في أنزيا أوروبايا مبهر اللي يسجل هدف لور خنانتيك حاجة يلعب في البن في كابي شو الريك اللي أنا دي ما نقولها اللي معناتها عاليش أنا ما نقولش مفاجعة للكودة أفريكا داكة على خاطر راو الكورة كما يقولوها الأفريقية تطورت الناس متقاطة تبني قاعدة تعم في برو جي سبورتيف أنا كي شوفت لسامي متاع الكاب فيردي راو اشترها تلعب البارة راو كلهم براتيك ما يلعبوا البارة كلهم يلعبوا البارة معت الكورة قاعدة تتقدم ملعبهم قاعدين تقدموا هنشوفوا في الكوديفور الملعب ممتازة كان نحن قاعدين نعيشوا على الأطلال وراو لي وما همش خير مننا ويهربوا بنا في المجالات اللي تحب عليهم الكل سورتو المجال الرياضي نحن بوه في مجالات أخرى اقتصادية مثلاً واللي تحبنتي وسياحة وكل لا لا نحكي على الكورة سورتو مثلا نعطيك اكزامبل نعطيك اكزامبل متاع السنة قال لسانت دو فورماشيون شكونا خرج من معاناة التاو معاناة تاو معاناة تاو معاناة نحن هم قاعدين يتقدموا ونحن قاعدين كان عيشوا على أطلال هاو جيناراسيون عربعة وتسعين هانا في ثمانية وسبعين هانا معاش تغزر تيلي اللي حب يقدم في حياته وبالنسبة لي انا يغزر قدام معاش يغزر تيلي هانا قاعدنا نغزلوا عام ثمانية وسبعين عام ترقت ديه عام ستة وسبعين نمشينا كابتن قالب الجملة ذو ما في السيزولي فاتت والله ايه كان ينسمع فاليه ليه ليه بالحق بايه روي في التوريا عتيته سبعة ونص سبعة ونص عالشانجمونيات معاناة الاحقيقة معاناة عمل ديه شانجمون تغيير تريزيقيا وهو اللي تسمره ايه 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 انا كبو لا ما تهبش معاناة انا بالنسبة لينا مدرب يعرف او قتش يعمل الشانجمون متاعو مش يعملش في التسعين ولا في التسعين يعرف وقتش يعملي شانجمون تاوما دخلت ريزيقيا يقرب انا بالنسبة لنا اول واحد قلت من الماتش اللي ولاني يلزم انني يلعب عشور صحيح ولاي قلت؟ لا لا حتى من ناحية انني يلعب عشور منها بيعندو كاليتية كبيرة خسارة مصبرش في مصبرش في كوبنهاجر راهو مكوشي راهو يعمل كارير كبيرة برشا في ميدي تيلانت مش ريكو زولي شو شو عمش عتيك فكرة صغيرة ريت اللاعبين المصروة عالميهم مدلين في مصر ويخرصوا اجور وراتم تيحهم مقوي ولقين راحتهم كما راوا قبل حتى ابو تريكا واحد انا قابلتهم يحكيولي يقولك انا منمشيش لأوروبا لقي فلوس اللي في مصر لقيهم اكثر من الأوروبا هذا سبب في عدم مغادرة ممكن اللاعبين المصريين مصروة لو انه تغيرت شوية المعادلة وشوهو في مصر محمد في نوت مرموش في فرنكفورت في بوندس ليجا محمد صلاح يعني التعريف تبدلت المعادلة و تبدلت الدنيا شوي صليداريتي متاع الجروب مصنفى محمد برفاع خميس محمد صلاح راو سي تريز امبورتان في الجروب في كيب ناسيونال بيش تبدل اللحمة اذا يدل على قيمة محمد صلاح في مجموعة قيمة اي ما تنس كل كونترو كان الملاعبية وريطار الفني كيفاش من بعض الماتش كلها مشاتلوا انا بدي عجبتني للجيس تعجبني جميع بركة يعرفوا قيمة اللاعب هو الفريق والمدرد الاخر رأي العامة ذاك حاجة اخرى نفس الشي محرز هجمة كبيرة على محمد صلاح على محرز محمد صلاح يحب يجع يتداوى لانو الاسابة ظهرت اخطر مما كان متوقع والسوليوشان الوحيدة انو يتداوى في ليفيربول هو ما اقولوها محمد صلاح كما كالوغي طو من الاول ويخرج ويدخل تريزيقي يسجل في كارينا منو ومحرز في كارينا منو نهارت لي محمد صلاح مشي اه كيفاش يمش يعني دريقل اموركم انتو متايفا حالة مرضية كبيرة معناها في العام الرياضي في العالم ما كله شو اللي حكاية ذي حاجة اخرى معناها ملاحظة يعليش قلت لك انا راهوا الكبدة فريكا ذي اخويا مش تقعد في التاريخ فهمتي قلت لك انا انت فاضت الصغار باغ بالنسبة الكامرون اسمه كبيرة ورنينة معنا تصور انتي فريق يتأهل الى الدور اللي بعد ثم من النهائي مغير ميربع حتى مباراة ثانيقات كابتن مصر تأهل مصر تأهل المايكة كابتن بالليل فوق شواء لي انتي كابتن تطيح في المايكة ليه ما تطيحش في الرسول ليه ما تطيحش في الرسول يعني تصور انتي مغير ما تربح يعني حتى ماتش تتأهل وفهم جمعية تربحوا وخرجوا يعني وذي ما تدخلتش المخي هذه الحوافز كم احنا عاملينا مزيله كابتن فما حتى جمعية ربحة وخرجي لحد الان مزيلة 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 ارتحت كوديفور من غانا غانا خطر ما فتت غانا غانا هي اللي خلبز الدنيا هي الموزمبيك غانا كابتن يقبل جوزه ديف في الاخر في الوحدة وتسعين غانا ما ادرك ما غانا ما غانا ما عادش غانا كابتن ما عادش غانا ذيك ما لشو معنا كربح ترقنا غانا كابتن في الاربعة وتسعين حارس مرمى كورة خارجة مزيلة كابتن غلط موجودة موجودة واخر شو واخر المباراة وتعرف نسكنها العصابة ومشو في مليح ونعرف شو كذا كابتن انتي صوت الحكمة شنو تقول للمشكين في ممكن مدالتي زي محمد صلاح بوجباته مع المنتخب المصري والانتقادات اللي عم في حق رياض محرز لا لا ما عندي ما نقولولهم حد شي خدت كان نقولولهم طوانها في المستوى انتيح لا يا كابتن نجوم الكرة العربية محمد صلاح ومحرز وفم برشة اسماء اخرى ولكن معناها مش معقول تجيوا لمحمد صلاح معناها مش قولك بردرابوش والحكاية دي يا اخي معناها بربي يقول لي هالسؤال المتداول توا محمد صلاح ومشتعة 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 تورسية ومشتعة تورسية يختلف اللعب مع مجموعات وكل يوم يترينيوا فما عندهم وعرفوا كيفاش في الاهلي معلول عنده كيف ما قال لي اخو قالك احنا اخي في الاهلي اللعب الكل حطوا معلول وعملوا عليه وعملوا عليه السيستان انا في توسي يقول لك خايبانا قلت معلول اخي يصبقوني الليل ونهار فهمتني اهمش يقول مرخة معلول فهمتني معلول تخلي من باب من باب الكبير في التاريخ انت على الاهلي ومش معقول مزلوا سبعة هدافة واخلتها نفوت روبيرتو كارنس صحي فهمتني في الاخر ينجيوا احنا منهارتها موش في فورما اما تحكمش على ماتش تحكم على السنوات تحكم على اسم يعني شو محمد صلاح ولا خايب عند العرب ولا يمفرد شي انا ولا محرز كما قال لي اخر قال انا هو المدرب ما يتمنيش عنده محمد صلاح ولا محرز في التشكيل انتاعه حرام عليكم اذا فيما يخص المنتخب المصري يتأهل بثلاثة نقاط بعد ثلاثة تعادلات على منويل ايطاليا 82 كابتن وباولو روسي ثلاثة نور ثلاثة نور بشقة الانفس المنتخب المصري كما الاهل يرى اذا تعدى اللي بول نشوف حاج اخرى حتى الكود يفوار على البريسيون لكن مؤشرات ايجابية فيما يخص مردود المنتخب المصري خاصة هجوميا خير من الكود يفوار اي 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 ذال كود يفوار قصة اخرى قصة اخرى موضوع اخرى وراو كتبوا عليه تكلموا على كود يفوار الحق انتبع في الكيب وانتبع في الواحد دي شوز تاحها على الكال من قبل الكال رو كود يفوار ملو راه وقال لك ولو جي لانتبع فرعس كل شيء ذي وقاسات وقاسات وقامت ان كمشي جيل تونس ذاك باش فوهي باش حكيوا على تونس تحضيرات لي مباراة جنوب افريقيا باش فوهي يلا قبيلة منذ دقائق انتهت الندوة الصحفية للمدرب جلال القادري كان مصحوب بسيف الجزيري مهاجم المنتخب ومهاجم الزمالك الماصر ينصب على شنو قال جلال القادري في الندوة الصحفية يظهر لي اليوم المجموعة مرة أخرى نأكد اللي عنها عناصر اللي عندهم الخبرة باش يتعاملوا مع الوضعيات هذه المنتخب التونسي كله ينتحط في وضعيات تعضغط إلا والحمد لله عرف باش يتعامل معهم شاء الله يكونوا موافقين هذا أهم شيء السيف الجزيري وعندي 26 لعب على دمتي سيف من المهاجمين ما هوش اليوم ولد المنتخب قادر باش يعطينا حلول في العمر كما في الانتانك جور دابوي عنده الكاليتي عنده الاكسبريانس باش يأكد الشيء هذا هو وباقي المجموعة هايثم الجويني عنا عدة حلول هجومية أهم شيء في التنشيط أهم شيء كيفاش احنا نتعاملوا مع مجرية المباراة تاكتيكيا يضل المنتخب التونسي لحد الان قاعد يظهر اللي هو قاعد يتعامل مع المباراة كيف ما حكيت برد موماو يمكن معرفناش نتصرفه في بعض الوضعيات واللي تحطينا في ديزي كيليبر لكلفونا غالي خاصة ضد منتخب ناميبي لكن نعتقد لليوم المنتخب التونسي كيف ما حكيت عنده القدرة وعنده الخبرة اللي ينجم يتعامل ويعمل ردة فعل بوجود سيف الجزيري في الندوة الصحوفية وكلام جيد قادرة سيف الجزيري تعتقد أنه سيمنح الجزيري فرصة في المباراة هذه ممكن تشوفوه اساسي لجنوب افريقيا طيب هو من الول الجزيري كان أورليست هكو اللي اي؟ صحيح والي؟ بعد خروج مرتضاء بن أورليست انا جمد ما عنت حاجة طيب انت هو كان أورليست ومبعديك يولي هو المهجم الأول قبل الجويني مع انت فما شو مهجم الأول معنى في مباراة هذه عندك المعلومة انه بش يكون اساسي ساعده مش عندي المعلومة مع انت هو يبدأ في الكونفرنس دي بريس ويبدأ يشكر في الجزيري هو بحذيه هو مؤشر انه بش يلعب بشيخ تانجو ما نبدأش نغطيه في الشمس بالغربة هما بش نحكيه وهو اجاب الجزيري شمعانة مظهر بش يلعب ورا ماذا كيريش معانة في الكونفرنس اللي اجابهم من الزوز اللي قبل في الكونفرنس هما يلعب فيهم ودهو كيما يمجد في الجزيري معانته بش يلعب ما احاته ما يلعبش لو حاته بش يلعبت شابت قبل الجويني خالد انا عندي معلومات انه عيسى العيدوني بتبعه ما عجبوش قرار انه السيد جنيل القادري حطه على بنك الاحتياط في المباراة الاول فهمت وعبر على هذا عبر ايه هاي في الكونفرنس بتاع الماتش الثاني كان عيسى العيدوني حاضر و جنيل القادري مدرب المتخب مدح نوعا ما عيسى العيدوني كان ذكيه معانيا في الخطوة هذي لانه لمنح اللاعب بعض من الثيقة قبل مباراة مصيرية ضد مالي نتصور انه التوجه اني مشيت فيه انتي انه سيف الجزيري سيكون اساسي في المباراة ولا حتى شوفوه في المباراة محترم اذاك هو صحيح اذاك هو اللي بشيسير في مباراة جنوب افريقيا كابتن رايك في في هذا رايك في المهاجم سيف الجزيري انه نتصور انه بشيكون اساسي لا اختلف غم نا اختلف الرأي ماخد عليش نقسروا بق Sounds مش نع示heure الكلام اللي يقالوا اللي هو اورليس då اورليس كان ما ارليسم يعني معناها ما يصلح ليش. حكا ليه. ما يصلح ليش. وكي منوا الناس بنته لباس وكذا وتهلين عليها. الحمدولله. الحمدولله. حتى ذاك بسيكو شكلة سباق. فهمتني. شو قوله يا رب. ومعناها يقول لك عدو مش عتينا الكاليتي وعتينا الاكسبرينيس ويعتينا اي كي عندو نسي كاليتي لا. عمق عمق. واسمع مش عمق واسمع شو. معناها ساقتصر الكلام انا والله بالحق ورحم بابا. بس اختصر بليته. اخوية العزيز. اه. اديه الكل. والكلام اديه كل. اسمعناه قبل كل مباراة. وان العيدوني ليس بحاجة الى طيقة المدربة يجيبه معاه في كوفيرون تبريس. اه. انا اخوية اخر كلمة. احنا عنا قدامنا تأهل. ثلاثة نقاط والتأهل واني. الكلام الكل ما عندو حتى قيمة وثيقة ونعشوة وخبرة ما وسمعناهم الكل. او اربعة عسنين ثلاثة واحد تلسة هذي الكل انا لا يعنيني يعنيني في زفار اخر معنا في اخر ميزفر الحكم تونس متاهلة الى ثمن النهائي وقلاليني انا مشكلت انا مشكلت مدرب هز باللقب في 2017 مع الكاميرون مدرب محترم مدرب عنده اسمه في كورة قدم الافريقي مش كل يوم تلعب مدرب هز اللقبة شوف جنوب افريقي معروفة عنده ثمانية تسعة من سنداوز مستنسين ببعضهم معروفين ملعبين متع سنداوز معتا يسون تخي غابيد يحبوا المساحات يحبوا التريانجولاسيون يحبوا الباس في الانترفار يحبوا الباس في الاسباس معتا كير نحنا انا كير نحنا بش نحبوا نلعب معتا نخللهم من الاسباس ونبدأوا من تالي باللغة الكورة معتا معتا ما نش بيان بوزيسيوني ومنعرفوش هي سورتو الخوف انو كي تبدأ عنا نحنا الكورة معتا تبدأ الكورة عند المنتخب غادي كا وين الخوف راه معتا تبدأ الكورة عند المنتخب التونسي ينديون هاجموا غادي وين تخاف ملي كونتر متاع جنوب افريقيا منسوش برسيزا ومع تمليع ببرشا اه الحقيقة ضد مالي جنوب افريقيا الشوط الاول كان مركات مركات كانت لعبة اخرى قدموا مقابلة كبيرة ضد ناميبيا هاو المشكلوين ها أنتم هنا انت Create نحنا نربح fixed همانتم حتى هما عندهم سامح نحنا نكلم تذيع نربح هماي عمل المنوي هما ن إلات واو نحن نمي نبنية أخو نحنا نص coup ولمشكلة هنا اللي نحنا المنتخب التونسي كل ما نحب نص él سوف نقلبه لفاة ومنعرفوش نص على تحب أو لا تحبش فج extended المنتخب التونسي نحن نلعبه بلوك معنتها ونلعبه على كونتر. ثم نظرية اخرى انا وليت نمن بها فيما يخص المنتخب الوطني تونسي عمرنا ملعبنا سوز مباريات بهين على التاوي ديما ماتش بهي ماتش خايب مفهمتهيش هذي لحد لين. محمد الهدي بخوش حاضر معنا مباشرة من كورو جو الاجواء وتشكيلة المنتخب المتوقع قبل مباراة جنوب افريقيا الحاسمة والمصيرية. محمد هدي بخوش سهلا بك مرحبه. سهلا بك يا مين مرحبه بالسادة المستمعين مباشرة انا هنا من مدينة. كيني تلهت بخوش اخي تجريت. ها? لهاي اي 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 اي. فما سيد يجي لوجرته. فما فيه العالي. فيه. فيه. لا لا الدنيا سخونة الدنيا سخونة اخوه. هنا صيف مصير. كهو. فما شي. كورو جو بعيدة على البحر. نجينا في سان بيدرو على اقل ولا بجون. لا لا اسخل. كانت ما اسخل ولمديتي اكثر. لا اقل لا لا. عناحنا اقل. كنو. ترغو اقل. اقل. اي. وذي مكاني كبير اكينا تراشح ويش نمشي يا سان بيدر ويديان. خلاف نستنين وان شااله ان شااله ان شااله ان شااله ان شااله ان كان. يتكسح. هذا اللي قال لهم المدرب جلال الكادري اليوم اللي حكي على البرسيون اللي حكي على على الفريق اللي حاضر ان شااله للمبارة هذه كيف كيف سيف الجزير اللي قال إنه نحن عندهم ثقة في رواحهم وعند منتخب الوطني التونسي عنده ثقة في رواحهم وإن شاء الله بيش يخذ النقاط الثلاثة نقاط الثلاثة هم يعني الترشع بالنسبة زيادة مدرب جنوب أفريقيا يجو بروس قال إنه المنتخب الوطني لتونسي بحاجة أكثر للنقاط أكثر من فريقه جنوب أفريقيا اللي النقطة واحدة ترشعه حتى في حالة اليوم رجلتها كثير ما بين الكامرون في الكاهي حتى خسارت نجم ترشع جنوب أفريقيا أشنية بيش يصير في المباريات إن شاء الله منتخبنا حاضر اليوم عنده حصة تدريبية انتلاقا ملة خمسة ونص في ملعب التدريبات بيش تكون مفتوحة للإعلانيين المنتخب بيش يلعب بالمريول للأحمر هذا بعد الاجتماع الفني اليوم اللي صار اليوم ذكروا ذا الجماهير التونسية اللي قاعدت تتويبت شيئا فشيئا هنا مدينة كوروغو أقل من مباراة مالي لكن ثم أعداد محترمة بيش تكونوا موجودين بعندكش بعض الأصداء فيما يخص تشكيلة المنتخب الوطني التونسي وحضور سيف الجزيري هل يعني أنه بش يكون حاضر كأساسي في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي خاصة وأنه جليل قادري نوعا ما مدح سيف الدين الجزيري أكيد حضور سيف الدين الجزيري لا يعني أنه بش يكون تشكيلة لكن الأصداء اللي عنا سيف الدين الجزيري بنسبة كبيرة بش يكون منذ انطلاق المباراة فما إمكانية زادة تغيير الرسم التكتيكي للمنتخب الوطني لتونسي من أربعة بلاس كون سيف الدين الجزيري هذي بلاس كون أبش ناتيك أبش ناتيك أبش ناتيك أبش ناتيك بشير بن سعيد في حراس المرمى علي العبدي وياسين مريح ومنتصر التال بفضل لي محور الدفاع وقدام هم مع المعلومة نشب بن سليمان اليسى الاسخيري عيسى العدوني يوسف المساكلين وسيف الدين الجزيري ما كان إليس العشوري ما كان إليس العشوري واش دي كشري ده موجود ما كان إليس العشوري إليس العشوري ينزل ميتش المبارات ينجم يعمل عليه المدرب في وسط المبارات يعني في فم برشة تيناريويت بشتيف المبارات هذي تقريبا تسعين بالمئة يمين هو اليوم فما حسها تدري بي نجم جلاله تقدري بدل الرسم أربعة ثلاثة ثلاثة أو خالد يحبيت فعل معك تفضل خالد محمد لابيس بالليل نسمع في اللي عنده إصابة كشري ده قالوا بشي لعب فاليريس هي على إصابة متاعة ولا ليه؟ لا لا قال اليوم وأكد دنا جلال القادري إنه كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني بما فيهم واش دي كشري ده دونك واش دي كشري ده لباس بشيكون نورمال مو بشيكون شتو لها شكرا لك هيدي في انتظار مستجدات أخرى بعد الحسة التدريبية وتوضح معالم التشكيلة ولو أنه قال هيدي أنوسا يتم تغيير الرسم التكتيكي مع إقحام بعض اللاعبين اللي ملعبوش في مباريات الأولى نحكي هنا يا سيف الدين الجزيري خاصة اللي كان حاضر في الناد والصحفية ما رأيك في تبديل الشيما تكتيك شوهو هنه اهنا القرائنا قرينيها ما انت رو اللاعب شكيت بدلو كل ماتش في اللي ترنوها ذو ما تبدل كل مرة رسم التكتيكي مره تكاتروها وما روة رو يدخل بعضوا الملعب يراه ما انت ما من الاول بشي نعبوا بها يلتقب مع انتها. فما режим تكتيك. فما مع عرش انا ما انت ان شاء الله يكون. شاء الله ننشحو فيها ما انت ذا ان شاء الله. اما كيان ما انا بالنسبة لنا برسينا الميه. حبط ليس العشوري يلعب. بعانتها خاطر ظهار لي ما في مالي بالنسبة لنا من احسن اللاعبين. الواحدة يتحسوا مع انت ينجمي حدث لك الخطر في في اي وقت. هذه تبذلو تشكيله مهتملة في باتدار الاسمية هي؟ ضد التغيير خالد،can أنت مع التغير؟ يحبني يكون قنين سماعا 5-3-2-3-5-2 كيف كيف؟ وأسكم بديموند افيك سو شما جاك لنسمان عمل طورة في بعدها جالهوف زاد عمل طورة في الكرة الألمانية جاك لنسمان أول مرة في تاريخ ألمانيا أربعة أربعة أثنين يلعبوا ما غير اللي بيروه ستوبر ولا يلعبوا ما غير ثلاثي في الدفاع كي انتي عندك هالنويو ذاك النوات وانتي مش تقعد انتي خطر مدر مرة في العام ثلاثة مرات في العام انتي تعمل لها برسم كي يبدأوا عندهم الفكرة على القالب اللي يلعبوا فيه نور ما تمشي الامور كذب معناها بوقوا كل واحد يا أخويا ورأي هو المباراة واحدة والآراة كبيرة والبيتة والسؤال مطروح خالد كي نغيروا في الشكل تاع اللعب نغيروا الشكل أتمنى أن اللعب يمشي مع تغيير الشكل معناها نشوفوا لعب آخر وثلاثة 5-2 راهب اللي يطبقها معنى عندها كما مصر هيمنت على فيقي كل كل أساليب اللعب عنده نقاط ضعف ونقاط قوة هذه تتطلب يا كبتة تتطلب لك طاقة كبيرة وكبيرة جداً خاصة من الأطراف اللي بيسطون أطلع يمشي أطلع يمشي مع سخانة ذي ده كوردو في الوسط الميدان مشي ولي عنا يكون سبعة ملعبية ضد مصر نجحنا فيها ضد مصر ما تشميكة ما فيه شريهين وما فيه شطوروغو كوروغو أو كوروغو هو طوب تلعب كترو ترو حسب محمد كترو ترو ثلاثة سما في المحوم ثلاثة ثلاثة عني العبدي وقديم معلم وآخر كلم نحينا من خبرة والدينية وكل كلم وكل كذب نعرف شو أخي رك مش تلعب ضد فريق اسمه سانداونس مش تلعب ضد جنوب أفريق فاصل مش نحكيه على الجزائر موريتانيا وفتح الكافري تحقيق ضد الجامعة المريكية المغربية والاتحاد الكونغوني لكورة القدم ماذي الساعتين وواحد وخمسين دقيق على يفهم هذي سبورشيك مبارمة سرية للجزائر ضد موريتانيا الجزائر اللي عنده نقطين في حاجة إلى التعادل أو الانتصار ينتصر هو يتعدى من غير ما يستنى يتعادل يدخل فيه ممكن ترتيب أحسن الثالثين النجم يكون ثاني لا نعلم أن نرى الحزبة كيف قبل ما نحكيه على المباراة الاتحاد الموريتاني كورة القدم أصدر بيان يستنكر ما صدر في وسائل إعلام الجزائرية حاول تكفل دولة خارجية بنفقات منتخب موريتانيا خلال تربص تونس ما قبل المسابقة وخلال إقامة منتخب موريتانيا في الكود ديفوار طبعا ما غير ما تشوف ما غير ما تسمي هو تلميح إلى المغرب أنه المغرب تكفلت بمصاريف الفريق الموريتانيا الأول المشاركة للأمم مش قولك حاجة يا كابتن هو الحقيقة روينا قبلت رئيس الاتحاد الموريتاني أحمد ولد يحي عنده الإمكانيات وموريتانيا بلاد عندها إمكانيات كابتن وقعدت تستثمر في كورة القدم ما صدر في وسائل إعلام جزائرية لم يعجب طبعا المسؤولين في الاتحاد الموريتاني لكورة القدم وهبطوا بيان استنكروا فيه هذا ما معنى هالبيان بكل احترامي للاتحاد الجزائري لم يفهمتوش بالاتحاد الموريتاني لا لم يعني الجزائري وسيلة إعلام جزائري وسيلة إعلام جزائرية وغلاء مظيفة هي خسائلية بين الاتحاد ولو حتى وسيلة إعلام جزائري ما ما حقوش حق ما معنى موريتانيا موريتانيا بلدوا ونجم يعمل مائتين استاج في تونس وحتى سويسرا ويش سبعنتها؟ ويني حب يوصل الهداية الاعلامي الجزائري ويني حب يوصل كي يعملها لها لها ذاكتر منه عارك ومعروك ونحر شوه بره وشوه. فتنة. ما حبيش نقولها. فتنة. حبيش نقولها. وكأني بهي هذا. ها? كأني به هذا صحافي. خايف من موريتانيا. عايز يديه. هاي بشي دخل موريتانيا واو نعرش له. هي مو كما قلت موريتانيا تقدمت ولد جوالتها تلعب البره ولد كذا. بشوية بشوية فهمتي. ما فما تطور كابتنه. فما خدمة على مستوى الاتحاد الموريتاني لكورة القدم. وفما حتى استراتيجية التجنيس يلوجه في الملعبية الصغار اللي اللي من بلدين اخرى مجاورة خاصة سينيغال اللي بلاد فوت برشا كابتن. نجم. لا انا قلت اتكلم معلومة. من سينيغال حتى يلوجه كابتن. فما جملة مهمة جدا في البيان تقول تؤكد الحكومة الموريتانية والاتحادية الوطنية تعتبران تمويل المنتخب الوطني مسألة سيادية غير قابلة للنقاش ولا للمساومة. ذلك لم نقبل ابدا ولا نقبل اي تدخل من اي جهة. مهما كانت. مهما كانت في تولي اي من نفقات المنتخب الموريتاني. الشيادة والكرامة يا كابتك. طبعا. شعب الموريتاني. شوف الاباة تخدم على الروحة قاعدين يتطوروا من عام لعام. موريتانية الحقيقة اكشفت ما انت لشني قاعدها تعمل في كوبدا افريكا ذاية. اا زادة ذاية نصهم من شخصيتهم بنسبة لنا. عباة تخدم و تجيب لهم جيب معانت في السبونس ويعملوا فلستاج في تونس وكل شيء. دونك حرام حرام. كما يقولوا معانت تقلل من قيمتهم وقيمة بلادهم. طبعا. مباراة الجزائر وموريتاني حفيد دراجي صديقنا وزميننا في قناة بيين حفيد دراجي دخل معنا في اكثر من مناسبة في برنامج بورشيك كان عنده تصريح والتعليق خطير نوعا ما فيما يخص حظوظ الجزائر. شنو قال كابتن حفيد صديقك تبعا. الجزائر تلعب من اجل الفوز بمبارياتها في كأس امم افريقيا والبعض يترقب خسارة الجزائر بل يتمنى ويسعى ويخطط لذلك بكل الطرق. خروجنا من البطولة لا يحزيننا ابدا خاصة ان اذا كان يسعد البعض ويرفع عنهم قليل من الهم والغم ويجعلهم يشعرون بالتفوق على الاقل في كرة القدم. يشير الى انا فما اتراف تسعى على الاتاحة بالجزائر. فما اتراف اتراف تسعى على الاتاحة بالجزائر كابتن. حكينا على مؤامرة في في جواز الكاف. يا داعش اخويا هنا مؤامرة بغل العربة ذو ما عندهم اخويا ذي فلسفة المؤامرة واختيفشوا فما مؤامرة يا ودي اذا فشلترك انتي. اذا اخطأت انتي مش الاخر. فهمت ولي عندهم السياسة ذي المؤامرة. مؤامرة اتعيش نوة مؤامرة. ما معنى? وفما مؤامرة يحبكوها في السر. الا في العالم العربي المؤامرات ذهرة في العالم. معناها يعرفوا مش عمل واحد مؤامرة. يقول راني يقول راني مش نعمل مؤامرة تلو كنين هذا. دي فك عنينا من المؤامرة ولا ربيتر محسب شو عمل. فما اتراف على الاتاحة بالجزائر ولا لي? حسب رايك انتي. لي لي مش اتاحة مش اتاحة. شو? فما رأي عام في العام في عالم اجمعة. القام منقسم فما ناس اللي معناها ما لا يروق لها نجاح هذا الفريق او هذا المنتخد. لا اكثر جزائر. فما ناس اللي يروق لها. فما ناس كيف كيف في تونس في مصر في الجزائر في المغرب توا يا خينا قراجي ما قاعد يد يكرم في العساء. اما لشنو. الناس الكل يرد بالك تغلط في العالم العربي. رد بالك. ملا. عمري ماري. شو رايك خل? نجم تكون معنا كلمه نجم يكون صحيح خاطر. فما فما فراقة متساعدة الجزائر تترشع تعرف على خاطر منتخب الجزائري. كي المنتخب المصر اذا ترشع للتور الجايرة وبشي قلق برشة فراقة. يعني رياضيا يسعون بالتخلص بالجزائر. نجم تكون مع انت عركة رياضية مع تساريف العقل. يا خي صارت للجزائر شكون تأمر على الجزائر عام ٨٨٢ ألمانيا والنمس هكا وليك. مؤامرة ذيكا ولا ليه. هاي الميكرو كابتن بليه مؤامرة ولا ليه. هاي مؤامرة كابتن كلمة كبيرة عادية. مؤامرة كابتن. تفكوا بايش الزوز. بايش الزوز يتعدى. يخي ما تفكوش في تونس ما. لا لا عادي تصير هذيك. تتصير مثلا نلعب في ماتش أنا ما احتينا. مؤامرة. مؤامرة خل. شوف اللي كومنتيشونة كل الافريكان منهم ها. الكانو واللورو والدنيا في الاخرية يعملو. يعني كابتن ألمانيا ولوتريش ولوتريش هكا وليه. اي 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 وبعد اي 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 او مش قولك حاجة. ألمانيا والنمسا متقمروش عالجزائر. لا مش قولك حاجة. وبعد من كل مرحوم بكمبارو اشكون وقتها ولا البرزيدان تعديف به اذي ولا بقبله. اتلبس سماح ويستيكسكوزي. اقرأ. يعنو لم يحترم المثاق الرياضي. ختي هو اللي قبله يا كابتن. متعرف انت مسؤول حتى علي قبلك. قال احنا اخويا معناها ماتشا ذاك لم ما كانش في مستوى المبادئ الرياضية وكذا بركنا في استعرف بالخطأ. الكاف كابتن يفتح تحقيق ضد المغرب والكونجو ديمقراطية على خلفية احداث ما بعد المباراة المباراة انتهت بالتعادل واحد واحد. توقع عقوبات كابتن في حق المغرب والكونجو الديمقراطية بعد اليسار. شوء العقوبات ما معنا معنا يفهم رابورت عربية رابما يش. ما فهم شيء. ما فهم شيء. ما ما فهم شيء. ما يعني يفهم ما تصور ناخو يجري على فيجينة الاخر. غير. ورق ريقي قال لك يا اخوة انا شي ما قلت. مبا. مرسي يا. قال لك ما يعني راسيس وما عندك شكوة. شوف كابتن هو راو المشكلة مش في التران اللي صارت. الديخ الخاطر ما تصور شيء. هي المشكلة صارت الديخ. مجري في جرط وزيت قريب. نصير اللي يجري في جرط ومتعرش ناولي صار ديخ. وحتى البرنا. ايتي راو العقوبات. صور مخجلة للكورة خدا من افريقي. يصير في لورو كيكا. شو. في لورو يصير كابتن. في لورو عادي. بربي عليا تو العرق عادي. يصير في حتى تيلاشة. كابتن مش بالطريقة هيدة. لا لا تصير والله تصير بارتو تصير تصير. تصير اما انت. امتفقتوا علي انتم مزوز. مؤامرة. امين. خالدوا تتفقوا عليها. مؤامرة زيادة عاملين عليا هذا. عملتم مؤامرة عليها العقوبات. عمين. عمين العقوبات. العقوبات في هذوم. جي ماك سليتي يحطوا بجمع. دي سليتي بشيخ ديبلاست. اسم العقوبات هذوم كيما قال الكابتن. انتي والاربيتة اشنا وقيت في فيديو ماتش. به المغرب اي ناجم يواجه تونس كابتن ذي ترشح ولولو حان ترشح الثانين. ترام واجه هذي اكيليبريت راع في مصلحة المغرب اكتر كيفاش. شوف الفوكابولير انتاعي. اي. هذي كنا والنجمه هذي مش موجودة. ما قلتش ناكونا. لا قلت النجمه قابله المغرب. اه اه تحكي على الفرضيات. لا لا. طبع عطينا ساعة النجمه نربحه في جنوب افريقيا. نستنى نتقاله نحنا في المركبة الثانية. وللحديث بقية. يرعي يرعي الكابتن مشاعر المستمعين والمشاهدين في المغرب. يا خالد يا خالد. توجي ضد الواقعة تعكورة يا خالد. توجي ضد الواقعة تعكورة. فما ماشي تربحه قبل ما تلعب الا في تونش. لو فرضنا. وفما ماشي تخسر قبل ما تلعب الا في تونش. شكرا لك كابتن. شكرا لك خالد. شكرا كامل الفريق. خامل وغضوة ان شاء الله. ما ساعتين ماذي ثلاثة في سبورشيك. باي باي.